اشتركوا في القناة التمرين بتاعتنا هيكون نظامها كالقاتي هنبدأ عشرين ثانية التمرين وناخد رست عشر ثواني هنكرر التمرين دي لمدة أربع دقائق متواصلة عشرين ثانية بتمرن وبرايح عشر ثواني هنبدأ مع بعض دلوقتي نجهز الستوب قدش بتاعتنا ونجهز الماتس بتاعتنا يلا بينا هبدأ أول حاجة بيربيت هبدأ أنزل لمدة عشرين ثانية شغال أهم حاجة وأنا بنزل ظهر يكون مفروض وباخد رست عشر ثواني بعد كده عندي تمرين بعمل تبدل بالرجلين ظهر مفروض خالص هبدأ أبدل برجلال قدام أتأكد من الظهر مفروض برضو المدة عشرين ثانية النفس شغال بتاعي ما بكتمشي النفس بتاعي خالص باخد عشر ثواني بعد ما أخدنا الرست بتاعنا هنعمل تمرين التالت جومبين جاكس هبدأ أطلع أعمل جوم وان تو تري لمدة عشرين ثانية برضو ظهر كل مفروض باور جلاشة غريب مع بعض وان رست بعد كده هنزل بلانك برضو مدة عشرين ثانية لو مش هقدر أعمل نفسي بالوضعية دي ممكن أعملها بلانك عادي بعد كده أخد عشر ثواني رست عندنا بعد كده تمرين الهيني هبدأ أطلع تبدل برجلين هحاول أطلع رجبيتي الفوق واشتغل هتحس اللي أنت ضربات القلب بتاعتك بتاعة تقلق معاك هحاول أعلى على قد ما أقدر لمدة عشرين ثانية برضو باخد رست عشر ثواني عشر فوق مية باخد نفسي فيهم بعد كده عندنا لو مع أنا ممكن حبل ممكن أعمل به نط الحبل لو ما معايش حبل متوفر معاك في البيت هبدأ أعمل كإني مسك حبل في دي بعمل جمب برجلية لمدة عشرين ثانية برضو أحسن لسه عشر ثواني بعد ما أخدنا البريك بتاعنا عشر ثواني هنزل على ضهري هاخد تمرين للبطن رجلية تسعين درجة واطلع عالم سمشت رجلي برضو شغال لمدة عشرين ثانية ما بقفش أتأكد لأنه بطلع دايما بسط لفوق وأخد رست كده يعتبر خدنا لمدة أربع دقايق متواصلة ونشتغل عشرين ثانية التمرين وناخد عشر ثواني أتمنى أنتم تتجربوا التمرين دي في البيت هتلاقي نفسك بتحرق كمية سعرات مش بس وأنت بتتمرى لقى كمان على مدار اليوم بتاعك أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم في حلقات ثانية كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر